أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الصينية تشين جانج وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض آثاق وتعزيز الأوجه التعاون الثنائي بين البلدين كما حرس وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن تطويرات أو تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة حيث شدد على موقف مصر السابت لاستعدة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي تعتبره أداة لتدمير الدول من جانبها عرب وزير الخارجية الصيني عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت مشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقة للعالم العربي والقارة الإفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس السيسي مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين